عمرها ما كانت كده عشان كده الاهل مختلف عشان كده الاهل ليه تاريخ عشان كده الاهل بينجح وبيكسب الاهل نادي كبير يا جماعة لا يدار بعشوائية ولكن يدار بنظام علمي محترف ومحدش هيقدر يلعب في قيم ومبادئ وثوابت النادي الاهلي والاهل يقدر في توقيت معين يشوف مصلحته ومصلحة فرقته ومصلحة جماهيره ويشتغل على التحديل للمسم الجديد والاهل يقدر في توقيت معين يختار التوقيت المناسب اللي يقدر يعلم به أو يعلم فيه على الخطوات المتعلقة بالتعاقدات والصفقات بالنسبة للمسم الجديد ولكن كلا في توقيته امتى؟ ممكن خلال ساعات ممكن خلال ايام ده امر يتعلق بسيستم العمل داخل النادي الاهلي احنا كمنظومة عمل داخل النادي الاهلي كمنظومة اعلامية بنتبع نفس النظام ممكن يكون عندنا اخبار وممكن يكون عندنا صبق صحفي ومعلومات يعني احنا لو قلنا هنا الفيديوهات ممكن تعدل مليون والاثنين مليون مشاهدة ولكن الفكرة بالنسبة لنا مش في الصبق الصحفي الفكرة بالنسبة لنا امتى الاهلي يختار التوقيت المناسب عشان كلنا في النهاية بنشتغل في منظومة ننجح فيها كلنا حدش فيها بينجح لوحده عشان كده الاهل السنة دي بطل افريقيا وبيرجع البطولة اللي اتاخدت منه السنة اللي فاتت بيرجع الدوري اللي اتاخد من الاهل السنتين اللي فاتوا باخطاء تحكمية وفعل فاعل كسب اتنين سوبر على الزمالك وبرامدز المنافسين التقليديين للاهلي خلال السنوات الاخيرة كسب كاس مصر وان شاء الله نكمل للسنة الجاية عنده دوري الافريقي الممتاز كاس العالم للاندية كاس السوبر الافريقي دوري وكاس وبإذن الله ان شاء الله الاهل هيشتغل على المسم الجاية لان الاهلي كمان بيخطط لكاس العالم عشرين خمسة وعشرين ما تنسوش دي على فكرة كاس العالم عشرين خمسة وعشان تلعب كاس العالم عشرين خمسة وعشرين باتنين وثلاثين نادي عشان تقدر توصل الادوار النهية لازم تكون عندك افضل لعيبة في مصر ايا كان هم ما فين هيجوا الاهلي مش غزب لا برغبتهم وعشان بتخطط كويس للفترة اللي جاية دي جزاية مهمة جدا كان لازم اتكلم فيها واشرحها لان بشوف كلام كتير قوي على السوشيال ميديا كان لازم النهاردة اتكلم فيه مع جمهور النادي الاهلي وكل واحد بالتأكيد حاسس ان هو عمل ده يكون عارف ان هو عمل غلطة او هو حاسس ان الكلام عليه لان اكيد ما بيشتغلش اعلام ولا بيقدم مادة اعلامية ولا بيتكلم بصراحة مع الجماهير حتى لو في مكان محايد بس هو من جوه عارف انه شايل عالم وبيشجع مش بيشتغل اعلام طيب الملف التاني وان بدا كان فيه حفل كبير جدا في العاصمة الادارية المكان اللي هو فخر لكل مصري عارفين المكان الجديد العاصمة الادارية لما تشوف التعمير والبناء والتطوير والحضارة المصرية في مكان زيدة ومجدودة